منذ نحو أربعين عاماً يمتهن العملط في مهنة طبيض النحاس التي ورثها عن والده مهنة يسميها التونسيون بالقزادري الذي يقوم بتنظيف وتلميع أواني الطبخ النحاسية وإرجاع بريقها إذ تم تعيش هذه المهنة العتيقة قبل أيام من شهر رمضان مع بدء استعدادات تجهيز المطبخ حيث يمثل النحاس أحد العناصر التقليدية التي ارتبطت بعادات الطبخ التونسي على مر السنين ويحافظ العملط في على تقنيات هذه الحرفة ونسق حركاتها بدءاً بإدخال النحاس إلى النار لإزالة طبقة الصداء منه وصولاً لمرحلة دعكه بالرمل أو بنشارة الخشب واجرت العادة في تونس أن تقبل بعض الأسر على تلميع أواني طبخها النحاسية فرحاً بقدوم شهر السيام والبركة شهر تكون له أجواء خاصة بهذه الأواني والتي يعود صنع بعضها لعشرات السنين القزادري كانت مهنة تفاتوا على الأجهال البوء يجعله بلاده كم يجعل البوء يكملوا لولاد الوراثة والولاد هي مهنة كما المهنة في المدينة العتيقة بالوراثة كما القهواجي، القزادري، البرانسي، الجباب إذنك، التقذير كانت عادة موجودة عندنا في العائلات التونسية وتزخر تونس بصناعة النحاس ذمن أهم وأشهر صناعاتها العتيقة التي تنتشر في أرجاء أسواقها التاريخية لكن قيمة هذا المعدن تتضاعف في شهر رمضان الكريم القزادري مهنة عتيقة في تونس تنتعش في شهر رمضان الكريم إذ تقبل أغلب الأسر التونسية على تنظيف أواني تضخيها النحاسية وتلميعها ذمن عادة اجتماعية متوارثة وحرفة تقاوم الاندثار نجلة أبو خريص، الغد، تونس ترجمة نانسي قنع